موسيقى الرحمة والخلود لكل من راح ضحية أخطاء سواء كانت هذه الأخطاء تودي بحياتنا أو تأثر علينا أو تاخذ من أحبابنا الرحمة والخلود والتعزية وكل العزاء إلى الأخوة الذين فقدوا أحبتهم وفقدوا آباءهم وأخوانهم وأخواتهم في حريق للأسف وفي عرس شعبي بسيط راحت هذه الضحايا وراحت هذه الناس والكلمات عاجزة تماماً عن وصف ما حصل نحن اليوم في الحمدانية في الموصل الحدباء وملامح الحزن تخيم على هذه المحافظة وتخيم على المنطقة بشكل أو بآخر الحمدانية تحولت إلى مأتم ومجلس عزاء لأرواح الفقدناهم ولأرواح من راح ضحية هذه القاعة نحن اليوم في هذه الحلقة بصراحة بتواجدنا الميداني مع أهلنا وناسنا من في قضاء الحمدانية والتعازي الآن تلاحظونها تحول هذا الحفل الزفاف إلى مصيبة وهذه المصيبة أصبحت الآن يتحدث عنها الملايين سواء في الداخل أو الخارج ولذلك اليوم نحن بهذه الحلقة بشكل ميداني يعني وبتفاصيل عن ما جرى وما حصل في هذه القاعة الرحمة والخلود دي أرواحه وبالتالي التواجد الميداني الآن في هذا المكان تحديدا والسلام عليكم الله يساعدكم حبيبي وهذا هو يعني بشكل أو بآخر هذا اللي صار يعني القصص اللي لاحظناها واللي استمعنا منها قبل قليل استمعناها من الأخوة اللي مواطنين يعني يقولون نحن قد عدنا مثلا قوة في الموقف لكن من شفنا الوضع اللي صار في هذه القاعة ما قدرنا نحرك ساكن يعني هذا الـ على وركز لي على كل التفاصيل اللي موجودة ركز لي على كل التفاصيل اللي موجودة هذه الأغطية وهذه الملابس وهذه هذا ما حصل يعني يألمنا ويحز بداخلنا والحزن الآن في هذه في هذا القضاء الحزن كبير وكثير جدا ما ممكن أنه أنا أحصي في كلمات ما ممكن أنه أحصي في بتفاصيل كل الأمور الآن تحولت إلى السواء تحولت إلى الظلام هذه القاعة قاعة الهيثم اللي موجودة في الحمدانية للأسف لغاية الآن حسب الإحصائيات تقول تقريبا أكثر من 105 شخص ضحية لحد الآن بالإضافة إلى عدد كبير جدا من الجرحة اللي الآن يرقدون في مستشفيات سواء في الداخل طبعا رئاسة الوزراء وتحديدا سيد رئيس الوزراء أثناء توجيهات بنقل المصابين إلى إلى تركيا وإلى المستشفيات من الدرجة الأولى لكن هذا يعني هذا خلينا نشوف الصور بوجود المسؤولين بوجود أيضا عدد من النواب هذه اللقطات وهذه الصور الآن الحديث يدور عن ما هي التفاصيل اللي تحدث بيها بشكل بشكل رسمي الجهات المعنية تحدثون على الإجازة الموجودة لفتح هذه القاعة ما مستوفي بعد أرض زراعية أرض خضراء سبعمية وستة وسبعين ألف دينار عن تصنيف إجازة ممارسة المهنة لعام ألفين وثلاثة وعشرين أربعمية وسبعة وسبعين ألف عن منجح إجازة ممارسة المهنة للمرفقة علىه مع رسم الضعب عنده شون ما عندي هذا الرسم تمام ما أكو شي ما عندي لا خاف من اعتماد منه أول بلدية شون خلاه يبني في أرض زراعية زين أول بلدية لازم يشرف على التنفيذ السندويج نفس المفحوص بشركة التأمين ومدير غير قضعة زين كلها تحملون المسؤولي أبو الدفاع المدني اش قايل أبو دفاع المدني قايل لا تنطيني تنطيني أبو الدفاع المدني كنطلع المشاور القانون كنقل لتنطع أهد بأنه أنت تبني لا الدائر المسؤولي الدفاع المدني هي دازة هي دازة القطع للفحاص إذا إذا تتقصر إذا أكو بيها خطة دفاع المدني لو لا هالط eclipse مرشات مفحوصات جاي كاتب لتعهد مواخذ عليه هذا الموضوع يلا يطلع المواد يفحصها لو يجيب لكتاب ليش بلدية ما دازت الفحص ليش دفاع المدني داز إذن هو يتابع الموضوع بس من ينفذ منه لحي يبقى يشرف على التنفيذ إنه هذا من القطع الصحيح نفس المواد وغيرها يواكم الله وعظم الله جوركم والله يكون بالعون المشكلة الآن أصبحت واضحة جدا الآن وزارة الداخلية تتحدث عن الإحصائيات تتحدث عن الأمور بشكل أو بآخر الآن أنتم زيارتكم ميدانية بصراحة الكلام اللي سمعناه أيضا بكتب رسمية اللي موجودة من بلدية من الدوار المعنية بهذا الخصوص الآن من هو المسبب الأكبر بهذه القضية برأيكم لا بالتأكيد نحن لا نستطيع طه رأي هناك لجنة تحقيقية تم تشكيلها بأمر من أسر الوزراء والداخلية تتولى التحقيق يوم زيارتنا للوقوف على حيثيات أكثر باعتقادي أنا أنا الطبيب لست مختص بالجانب الأوني أو التحقيق ولكن هذا التحقيق يحتاج إلى تأني وتعمق أكثر لأن هناك ظروف هناك مسببات هناك ضحايا اليوم وصل عدد إلى 108 وبالتأكيد هناك لازال لدينا جرحة في مستشفيات الموصل الحمدانية إدهوك أربيل وحولنا 12 أيضا حالة إلى تركيا هؤلاء كلهم ننتظرهم لذلك أعتقد بأنه يجب أن يكون نتيجة التحقيق واضحة جدا وتؤكد من هو المقصر الحقيقي والمن المتسبب الحقيقي منذ بداية نشوء هذه القاعة إلى حد يوم وقوع الحريق عدنا أبنية وعدنا مدارس وعدنا مستشفيات من السندويش بنال وكنا نعرفها نحن عارفين بتفاصيلها الآن مول هل هناك توجيه برفع هذه السندويش بنال أو هذه السقوف التي لا تخضع للأمان للمواطن المفروض الأبنية الحكومية أو تابعة للقطاع العام كل وزارة بوزارة تحدد كشف لكل هذه الأبنية وتزيل إما كل المخلفات أو ما يخالف شروط الدفاع المدني أو تغلق هذه المؤسسات والأبنية أما القطاع الخاص فعلى الجهات المختصة بمنح الإجازات لهذه الاستثمارات أو المؤسسات غلق كل مؤسسة غير مستوفية لشروط الدفاع المدني والسلام المهنية وعدم فتحها إلا بعد إكمال كل الشروط لأن ما جرى لا نريد تكراره مرة أخرى إذا تكرر معناه بأن هناك فشل ذريع في كل مؤسسات الدولة وبنضمنهم نحن الذين نتابع هذا الموضوع دكتور بوشترس أن جامل يقولين يعني هذه التفاصيل التي تحدث بها دكتور بشكل أو بآخر بتواجد الميداني نحن الآن نتحدث عن إمكانية يعني والله ملامح ملامح الوضع الآن بشكل أو بآخر هي محسنة بشكل أو بآخر يحتاج إلى وقفة جادة من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس الوزراء بما يخص هذه الفاجعة الفاجعة الآن للأسف نحسب أرقام إذا ردنا نحسب أرقام فلذلك أنه هذه مشكلة المشكلة هي أنه كيف يتم معالجة الموقف الآن الموقف صعب الموقف أخذ جوانب عدة عدة جهات حسب الكلام هي ممكن تكون مقصرة لكن الضحية هو الضحية من راح ضحية هذا الحريق للأسف ونحن الآن بالتواجد الميداني موفدين من العاصمة بغداد ننقل أو جئنا بحزن كبير جدا وبتعازي أهلنا وناسنا في بغداد واهتمامهم بهذا الأمر نحن بصراحة نبحث الآن عن من يقف خلف هذه الفاجعة من يقف خلف هذا القتل وهذا الدمار الكل مقصر ما ممكن يعني كيف منحت الإجائز كيف منحت الأرض مثلا كيف شيد عليه والكثير الآن نتحدث نحن في قضاء لكن عدنا عدة دوائر حكومية تتخذ من السندويش من هذا الموجود الآن اللي هو مساعد للحريق تتخذ بعض الدوائر الحكومية كغرف وكمدارس ورياضة أطفال وعدنا الكثير الكثير لكن الآن نحن في هذا التواجد الآن أخوان هذه القاعة علاوية أنا أريد بشكل أو بآخر أدخل في تفاصيل في تفاصيل هذه القاعة في وضح هذه القاعة في كل ما نقدر أن نوصل له في هذه القاعة طبعا القاعة كبيرة جدا المدخل واحد وأيضا عدة أو بابين موجودات الباب الرئيسي والباب الثاني اللي هو هسا راح نتحدث به ونوصل له الآن هذه غرفة المخزن هذه غرفة المخزن علاوي إذا تجي تقرب لي على راحتك طبعا إحنا في يعني إحنا بصراحة بشكل أو بآخر حتى الجدران هي تلاحظونها تلاحظونها بهذا الحطام الركام الموجود اللي هو مساعد أيضا على الاشتعال وهذا أيضا ما يخضع أو المفروض يخضع إلى السلامة والأمان للمواطن هذه وحدة من الغرف اللي تكدست بها عدد من المواطنين الأبرياء اللي راح وضحية هذا الحريق أيضا بالتالي هذه الصور الآن هذه أيضا صورة أخرى المخزن اللي بصراحة يحتوي على أشياء تخص القاعة بما تمثل من يعني ستائر وإلى غيره وأيضا أرضية الطاولات وتفاصيلها هذه هي بصراحة محزن الموقف الآن محزن جدا ريحة الحريق يعني ريحة الحريق اللي الآن موجودة هي أيضا دليل على أنه ما حصل ليس بسهل أبدا لعبة الأطفال لعبة الأطفال اللي أصبحت رماد لعبة الأطفال اللي أصبحت الآن رماد وأطفال راحوا ضحية ضحية وجودهم في هذه القاعة هذه لعبة الأطفال هذه لعبة الأطفال بعدها في أكياسه أباوع هذه طبعا هذه القاعة أو هذه الغرفة تحديدا هي أغلب الأشياء اللي موجودة الآن هي لعبة أطفال وأشياء ترفيهية للأطفال هذه يعني الغرفة هي ما تحتويه من تفاصيل عن أشياء للأطفال أو لتسلية الأطفال هذه لعبة الأطفال للأسف راحوا ضحية احنا من نتحدث اخوان نتحدث عن الفساد اللي موجود نتحدث عن الفساد المالي والإداري اللي جاي يصير وسنوات كبيرة وكثيرة تحدثنا بموضوع الفساد ونقول يا بالفساد ترى يقتل يقتل الناس الفساد وصل إلى مرحلة لا تطاق الفساد المالي والإداري اللي موجود للأسف وصل إلى هذا المستوى هذه نتائج هي الفساد المالي والإداري هذه هي نتائج أو هذا نتاج ما ما أصبح الآن بشكل بشكل أو بآخر للأسف لغاية الآن عدد أيضا عدد الضحايا تجاوز المئة وثمانية بحسب الإحصائية الآن نتحدث بها السيد النائب هذه إحصائية مؤلمة جدا كبيرة جدا نحن الآن ندخل بتفاصيل القاعة بكل ما أو تواجدنا الميدان اللي موجود هذه حتى الحمامات اللي ندخل أو هذه المطبخ هذا المطبخ علاء وتعالي هذا المطبخ وهذا أيضا باب للخروج هذا يعني بشكل أو بآخر احنا بشكل ميداني هذا المطبخ والتفاصيل الأكلات بعض الأشياء اللي موجودة مستلزمات الطبخ الآن موجودة بهذا المكان والمكان يرسل رسالة للعالم أجمع يرسل رسالة للناس وللإنسانية أجمع بأنه ما حصل في الحمدانية وعرس الحمدانية الذي تحول إلى مأساة والذي تحول إلى إلى مجزرة بمعنى الكلمة هذا ليس بسهل أبدا الآن شعورنا بالمسؤولية الآن نشعر بالوضع نتألم من مشاهدة ما حصل احنا بصراحة بهذه الجولة على أخذ راحتك لات براحتك ما حصل وما شاهدناه من مقاطع فيديوية انتشرت هذه المقاطع الفيديوية هي ليست ليست بالسهل أبدا عندما تلاحظ وتشاهد عرسان بقمة السعادة عرسان في قمة يومهم في أجمل لحظاتهم يتحول إلى كارثة وهذه الكارثة أدت بأرواح المواطنين العزل العراقيين حتى في أفراحنا حزن للأسف الآن نتحدث عن ضحايا والله يعني والله مأساة عندما نتحدث عن مأساة فإننا نذكر الحمدانية إننا نذكر ما حصل في الحمدانية هذا هذا الأمر الذي وصل إلى مستوى لا يطاق العالم الآن يتضامن العالم الآن يرسل رسائل التعازي لكل من فقدوا أحبتهم من فقدوا آبائهم من فقدوا أولادهم من فقدوا أطفالهم في هذا العرس الحزين السلام عليكم حبيبي عظم الله جورك حبيبي الله يكون بالعون قلبي شونك حبيبي شخ بارك الله يكون بعونكم واربق على الله شونه اللي صار يعني الآن كانت قريب أنت الحادث شونه اللي صار المقاطع الفيديو اللي انتشرت يعني هذه حقيقية طبيعة حقيقية والآن ردت الفعل شنو مجرد إنه خلاص هاي هي راح عندنا 110 وراح نسكت ومتمشي الحياة طبيعية لو أكو هي حالة حال غيرها مثل العبارة ما السباكر ما تطول ورح ينسوها طرح يعني الأبصد الشي يعني مثل العدد الوفيات اللي ماتوا الدولة مش قطمة ما عندها قانون منطلع عدد يعني الرقم الأساس الحقيقي الحقيقي عرفت يعني مثل أنا شد لك بإيش وانا شد لك مثل بدفاع المدني قبل الإسعاف الخير لم يكن من الإسعافات ولا أحد ما كان بها أكسجين وأكثر شي اللي طلعناهم كان يحتاجون بس على التنفس على الأكسجين لأن الرئة كانت معبئة شسبة الدخان عرفت وكان لك تنكر ماء أحيش ألف مرة بينص إيش ما أحيش يعني حاشين قبل ألف واحد دور يعني أبسط مثال يجيلك ياه أو من اللي كان قائل على أساس اللي متوفي ينطلع عشر ملاعين والجريح ينطلع خمس ملاعين هاي حكاية اللي راح من عنده عزيز طرع صعب لا تسكت لا لفلوس ولا شي عرفت المال يروح وييجي بس أما الروح عزيز طرع تبقى وهابع شدي يعني شت سوي يعني تخير شوف النار اللي شقد كان طوية حتى تلف فلع مع تظر اي تخير شت سوي يعني من الطالب عرفت المعالم الآن كله يضامن مع قضية الحمدانية موصل واربيل ودهو كل اللي وقفونا وبالذات الحج الشعب اللي وثلاثين اللي وقفنا قبل الكل ايجا ونشكر كل اللي وقفونا الله يكون ملعون حبيبي انت شنت حاضر موجود بالأول ساعات مو أول ساعة أول دقائق تشوف هذا البرج العالي هو هذا بيتنا من بداية جينا حتى عندي فيديوهات بس مساحتهم لأن كانوا طالعين الجثث محترقة قمت تشوف من واحد يخاف شكرا ما يكون قوي بس يجيب بال هذا شي بالليل طرهم صحبة فقمت مساحتهم مكسرنا الحياة تمام وين الحياة مكسرتو خلت يمشي يمشي اسمي كريم أنا معرف تحضرتك اسمي فرانس حبيبي فرانس هذه القاعة قصر لها تقريبا يعني موجودة تقريبا القاعة اشقصر لها المنطقة انبنت بالمنطقة اشقصر لها فترة من اول ما جاء الحمدان اي انبنت اي انبنت اي انبنت خمس سنوات اي بلضبط لا 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 اربع ايش اربع خمسة اي وانحنا رجعنا 2017 كانت اي انبنت 18 اي جي زي بعيدة شوية برا هي اللي انكسر عادي انت مشالها عادي انت مشالها علا او اخذ راحتك فرانس يعني يعني اول اول لحظات اللي انت كنت موجود بيها اي كانت النار ممكن السيطرة عليها لو صعوبة السيطرة شوف اول 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 لحظات هو تدري موقع اكسيجين الهواء موقع النار شوية ها راح الطفاء بس المشكلة من طفاء الكهرباء واحد ما قام نشوف الثانية عرفت يعني مثل اللي قطلع قدام كورسي يشيل الشمر الشمر اللي وارف الناس الثانية يصر عندهم يستري يعني يخاف ما يتوتر عرفت طبيعا من يجل الشفار الحفارة ضرب السقف بس دخل شوية هوامين انتهت القاعة قبل تفاية اللي كان واقف هنا ورا الحايط قبل الحفارة اللي بيها حماية قدام من الحرارة رجعت ورا الحايط يعني انت لو شايف هنا شان جانم شوفت لك الفافون والحدي شلوم ما عرفت يعني ناد قولت عبالق انت قد قوتمع واقل صورت بعد اكت ثلاثة شخاص قاعدين على الكراسي ومحترقين بس هم قاعدين العصاب ما لم يعبس خال شوف لك الحايط اللي قلت لك كسرنا اذا تريد تجين اي 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 الله يكون بالعون يعني والله يعني انا اقول والله يعني فد لحظات مرعبة مرت على هذه المنطقة فاللحظات يعني كارثية بصراحة وصل الامر انه وصل الى هذا المستوى يعني والله ما تتوصف يعني حالة موس سهلة ابدا الحالة ما تنوصف بكلمات ابدا هذا المكان اللي كان كونا ممية تمام كان مقومة تقريبا خمس سجثة واحد فوق الله اخ نائم لا حوض اعرفي لا حوض ما قل لك انا طلعت لشي واحد اثني لان كان وصل هنا عبال اقنار وحش ودري دياغ لا والدخان كل شي قوي هذا المكان تحديدا هذا المكان تحديدا كانو كونا ممية هم كانو قريبين للباب بظهول بالضبط ووقع هنا الحديد على راسهم تحاصر هنا وهنا مات لا حوض عرف اطفال بالله قد يعني تقريبا اللي انت شفت اطفال لي اطفال 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 انا دخلت الى غرفة هي بها العاب اطفال وتفاصيل هذي كانت يعني شنو الغرفة اللي موجودة هم انا ما اقلق ما احد ما وصل لاني ما وصلت هناك بصراح اكون ايجا انا وصلت لان عندي شوية ضيق بالنفس ومحد تشوف نحو اطفال افت مرة وصلت اطفال من 2018 حتى اللحظة لا لا ما شايفيه اصلا هذاك الباب ما حد ما شايف اذاك باب خروج ايه ما حد ما شايف هذاك مفتع بالصدفة اه ايه عساس اطفال بذلك الهم عساس يلعبون يفتحون وكبردات نازلين عرفت ايه فمن صارة الهوسام ما شايف الناس دي طلعون مننا واحد ومن تطلع من الباب من تطلع ورا هاتشول اوكو ثلاث حفر الخروج ما الماء ما القاعد ما تنظيف اناك هم وقعنا ايه كان الشرطة كان يطلعون شفاخير واحد طفل كان مغمص لنا يعني داخل جواطين وطلعون عرفت والحمامات اللي كانوا داخلين جو النساء والرجال او كبردات بالزوايا كان هم واقعا قدام البيبان ومحترقا بعد ما احد ما يقدر يطلع والتدري البردات اللي ينسي مثل البوركة من يقدر يدوس عليه ويدوس يدخل عجها نمرة ثانية احنا هشو البرب اللي تطلقون نتمشي للباب الخلفي هذا هو هذا الباب الباب الرئيسي هذا 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 وقسم الناس اللي قالوا كان هذاك الباب على اساس مقفول زياد هذا كلباب مقفول بلوك مجوه بلوك مجوه ولا شيء انتقدر تكز بس المشكلة ما كانك مكان التنفيذ يعني كانت مغلقة تماما مغلقة انت داخل على فرم مغلق شلونة السلوف منتحط لك أكل بي مغلق هو هي تتاني هذا اللي احنا نتحدث عنه نقول يعني هذا مساعد هذا مساعد للنار ومساعد إلنا مساعد للنار هذا مساعد للنار نحن كنا داخلين من 2018 لعادة اللعظة رح ندخل لـ 2024 جوا بفرن ومحت ما يدري به لا حول الله عرف ايه لا حول الله بعد ما ندري شوف تفاصيل القاعة والله منها عدنا من خارج منها هسا هاي خارج اللي كانت فالطالع عني العظون اي هذا و هذا شوف هذا خلي نشوف على ها هذا بحديش طيعني كسرنا لبما كسرنا كان نكون مختنقين تدري الدخان ما الليلون نختلف عمل خشب معان هذين يكون به شوية ألياف الريئة توقف رفت الدخان ما الليلون الفلين بألياف تعالفو يعني هذي هذي الفتحة اللي فتحت حتى يطلعون أكثر عدد من الناس لكن هذي نعم حمامات ما تقدر تطلع علم النار يعني لو كانوا هنا باب شوفت خيل هذا يكون باب هنا فتحة اي لو هذا باب ما حتنا كان يروح من النار صح اللي صارت هناك وسم كان يقدر يمر منه ويطلع منه أكو فتحة هناك مكسورة اللي طالس جماع صعبوه من الفتحة مثل هذه الدهوية كاسريها اللي قالوا أنه الحمام بلتعي هناك اي بجيها الثاني بس اهم نروح لها يعني هاي الحمامات اللي والله مغلق يعني خيل حتى هنا بتاع عشو مغلق 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 كولشي مغلق انت داخل جوا قنبلا ما قدر فرم مغلق كان مغلق منذي تشاف قدر تذكر هاي مغلق هذا الباب وين كان هذا الباب هذا الباب هاي الممكان بلحضور رايسوه والله مصيبة والله مصيبة وهذا احنا كل سنة على فاجعة كل سنة نعيش بمأساة كل سنة نفقد أحبة وللأسف والله وللأسف صعب يعني تعلمنا صار يعني الدم العراقي صار رخيص خيال مجرد عدد يروح للأسف أرقام طروح هذه الصور هذا المطلق المطلق اللي طلع منه العرسان اللي وما كان هذا كان حتى العرسان ميتين عرفت؟ خلي الفوت ميه أنا أكيد وش ما حجو تسعين تسعين بالمئة عفوا منه طلعه عرسان منه طلعه تدري فستان لو يطلعون منك واحد يدوس على رأس الثاني ايه ينتهون والش اسمه الفستان والماشا طلعون منه حتى الأكل بعد لموجود كل شي موجود هما وصل هذه رائحة رائحة اللحظة ما العشاء كلها الجدار متروسة ما طاخين بكل شيء إلا يجي المحقق ويحققون ويشوفون المصيبة شوش وراء هذه الزاوية هنا كانت نتفاعنا الحمد لله كانوا قبعتنا أطفال لو ما كانوا قبعتنا أطفال كانوا يروحون الأطفال أطفال كانوا يروحون الأطفال أطفال كانوا يروحون الأطفال كل شيء قوي دعنا ندخل من ذلك الباب نحن تعبناك ويانا بس أنا أحتاجك وياي لأنه أنت شاهد عيانه من المنطقة الآن مجرد أن التعازي تقدم لأهل الضحايا أعداد يعني أعداد رسمية ما موجودة لأنه بعض أجراءات لماذا أقول لك؟ لا أستطيع أن تطلع عدد موقف لأن أكل بخطر وتدري المحترك من صدر البطنة صار بيتسام ومساعد أم دكاترة قالوا بنفسه مساعد أن يحيش هناك زياد اليوم الصبح ماتت وحدة اليوم الصبح أول ما قلنا أم قالت لي ماتت وحدة من عشرتنا لا أحاولي الله يرحمه الله يرحمه خلوا نفت منها بالله ننطلع للقاعة بشكل والله مأساة مأساة هذه نقول الفساد المستشري الفساد اللي يحل بعض المشاكل بعض الإجراءات بفلوس هذه نتيجتها وهذه هي الضحايا اللي تروح به هذا مخزن الله حاول الله شوفوا شوفوا درجة الحرارة ما كانت هنا موجودة بحيث حتى الحديد انتهى بحيث حتى السيجة انتهت الحديد هذا اللي مكوم هذا الحديد اللي صعب تخيل قوة النار قوة النار قوة النار هي قوتها شوف هنا تانت البردات وهي تشاهد شوف بردات أول لحظات الفيديو اللي شفناه انه الطفل اللي وقعت على رأسه وهي الشكل يسوي بها هذا وين بالضبط يعني ما أدري بنص هنا بالضبط يعني هذا وصفك الستيج مع العرسان اللي هناك 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 ديجي ديجي هناك هناك من العرسان وبنص كان يرقصون هذاك اللي وقع فوق الثنار بقواقف ونصدم الولد محد ما يدري طالع ديش اقل له كانوا ميت هو طالع ما عادري وطالع يعني كانت الجدران كلها من هذا الفلين هاي باوع حاسا موجودة هذا هذا باوع هذا كلها من الفلين وهو المساعد على الاشتعال اللي في دول العالم المتقدمة مو المتقدمة الدول العالم اللي تحترم الإنسان هذا ممنوعتهم بالأبنية احنا لا عدنا كل شي مباح لأنه سلطة القانون ما موجودة سلطة القانون لو كان سلطة القانون موجودة على الجميع لكان انه ما ننطهر هلقى الضحايا في حريق خلينا نسميه حريق لا على البال ولا على الخاطر يعني مستحيل هذه الضحايا تروح يعني بشكل كارثي هذه شوفوا حتى البردات اللي موجودة التفاصيل كلها كلها هي يعني هذه تشوفون بعينكم وتشوفون الوضع اللي احنا بيه الآن يعني والله مشكلة الله يكون بعونهم في لحظات لحظات موسهل أبداً لحظات يعني مرعبة ما تقدر ما تقدر تسول يعني وين ما تدخل في هلقى ماكو شي ما يشتعل كل شي قابل للاشتعال واسرع من البنزين والليلون انا قل لك اسرع من البنزين البنزين ينطفي الليلون يبقى عرفت؟ هاي كان مفروض يسدوها من زمان حيل يسدوها من زمان؟ من زمان حيل صارت بيه مشاكل؟ صارت عليها اشكالها؟ ماكو مشاكل ما دام اكو فلوس اول حادث هذا ما دام اكو فلوس ماكو مشكلة تجيني انت اسكتك بفلوس خلاص هذا هو الماشد ايه يوه بعراق كله يعني هذي القاعة مثلها اكو موجودة هسا موجودة عندنا بالحمدانية ماانا لي زي نفسهم الديكور ونفس كل شي بس ذيت بيها طفايات الصندات بيها كل حيط بيها تلافع انا كليك بيها بيها الحزب ماشن شابعت انا ما ادري متواهم غلطان ما ادري انا شاب بيها طفايات القناني والصندات يعني بيها منظومة؟ ايه منظومة بس هما بيها الا باب واحد ايه وهذاك درج ما رفت؟ هم نفس الديكور يعني هما تلحك تلحك الطفل وتلحك تشرت ما تلحك ايه لازم يقع هذي عدة منافق هذي النقلت بيها الجثة مول؟ ما ادري هذي اكيد يعني نقلت بيها ايه نقلت بيها نقلت بيها ايه خلي نروح بالله لليم الستيج استيج العرسان علاوي استيج العرسان فوقت هو كان بنزين اصلا الورود هو ورود فلين هو بس ورد فلين هو هذا بنزين صح صح ايه يعني ما كان اكوشي اقللك مثل يحملنا لا هو كان كل كل الناح روح روحا اذا تجو ايانا بعد يعني احنا الحديث وياك لان انت شاهد عيان يعني الان تروينا الرواية موجود بيها فلذلك انه بصراحة المعلومات اللي تتحدث بيها معلومات حقيقية شاهد عيان هذه الصور طبعا هذه اللقطات اللي تلاحظوها طبعا بشكل او باخر نتحدث عن كارثة نتحدث عن مصيبة نتحدث عن مأساة و للأسف أصبحت بهذا الشكل للأسف للأسف حيات الناس و اللهه مرات نتحدث و كنا ألم من نشوف حياة الناس أصبحت بهذا الشكل حياة الناس أصبحت أصبحت ببساطة رقم حياة الناس أصبحت لهذا المستوى العبث بأرواح الناس أبداً ما مقبول ما مقبول أبداً لا من سياسي ولا من حزب ولا من أي جهة كانت اللعب بأرواح الناس هذا ما مقبول أبداً لا أمام الله ولا أمام الشعب وكل مسؤول الآن كل مسؤول يشوف هذه الصور وما يحس بمأساة الناس هذا ليس بمسؤول هذا ليس بعراقي هذه فاجعة وما ممكن يسكت عنها أبداً احنا كل سنة كل سنة نفقد أحبة كل سنة نفقد أعزاء كل سنة نفقد أصدقاء شنو؟ ليش؟ ليش هذه أرواح الناس الشكل؟ ليش؟ يعني ليش هذا التواطئ يعني ليش هذا جاي يصير؟ احنا الآن الآن أمام فاجعة مو سهلة طيني طيني لقطاتها علي تحدث عن موضوع كهرباوي تحدث عن هذا ما ممكن تكون يعني هذا يعني بشكل أو بآخر يعني معرف هذه كارثة ومصيبة مصيبة والله هذه مصيبة هذه كارثة بحجم بحجم العزاء بحجم المأساة والله الكل يتحمل مسؤولية الكل يتحمل مسؤولية أمام الله وأمام الناس أرواح الناس موسهلة اللعب بأرواح الناس مرفوض وما ممكن يسكوت عنها أبداً احنا الآن أتحدث وأستذكر المقاطع الفيديوية التي شفتها أستذكر المواقف التي شفتها بهذه الكارثة أستذكر موقف العبارة أستذكر الكرادة أستذكر سبايكر أرقام مهولة من الناس تروح أرقام موسهلة تروح بسبب أخطاء هذه كارثة هذه كارثة هذه مصيبة أخوان احنا الآن أمام مسؤولية والله أمام مسؤولية أنا سمعت الأخ الله يساعدك حبيبي قواك الله والله يكون بعونكم يبارك بيك الله يديمك وأنا حاس أن شعوركم وهذه مأساة العراقين كلهم أصبحت بس هاي بقى بس هاي والترسة الحمدانية صور بس صور شنو دانبهم شنو زوو ليش أطفال نساء شباب نساء كبار شنو زوو من ظلم بس عدارة شنو زوو من ظلم حتى عرسنا حزر حتى عرسنا لون قعدوا بيعمي شير يدون نقعد بالمقابر ما عدنا استعداد نروح نقعد بالمقابر وخلص صارنا خمس يام نايمين بالمقابر ليش نحن نحشي يقول لك لا تعشي اسكد المتى العالم هناك ضرقة بعد دمها وجسمها كلام ذب هنا من يعوضهم عوضني فلوس الإنسان تعوض بمال ما يتعوض بمال ما يتعوض بمال مال الدنيا كله ما عوضه أصفر من جهالي ما عوض بمال الدنيا كله وأنا من المسيبة ما عندي بس هذولا كلهم يخصوني أهلي وجيراني وصديقي وبن عمي ليش أنا ما جاي نبقى على منطين منطيننا كذا كذا ورقة وتعالى ما تاين نحترق عليها أساس شنو الذب من التقبوه وصار هذا الشي شنو نقعد بالمقابر نقعد بالمقابر ما عدنا شكال وما تحمينا غير المقابر بعد فقدنا هواي فقدنا هواينا خير ابن الله والله مو بس هذا الحادثة العبارة الكرادة عمي إحنا شعب إحنا ما كفرنا غير السلط جد دولة على عيننا ورأسنا وجاي نمشي بتحت القانون أتحد أي واحد أتحدى وأنا مسؤول عن كلامي أتحدى أي واحد بقرقوش إذا عنده قاع زراعي خلي روح يبني متر مربع أتحدى كاين ما يكون بس إذا يكون إذا يكون عنده الظهر شخص لا يبني منذ الإشقاع يبني منذ الإشقاع يبني ويدس على أكبر واحد ولا حد يطلع بالإعلام يبر يروح الكل مسؤولي الكل الكل أي واحد قاعد على هذه السلطة العراقية الكل مسؤول من رئيس الجمهورية إلى نظف فلدية مسؤول على هذه الكارثة أبو الدفاع المدني ما أفعله سيارة ما أفعله سيارة مقفها هنا ما أفعله أنا ما أفعله طلعت 250 ما أفعله ما أفعله مقفها هنا حسب الله ونعم الوكيل الله يكون بالعون حسب الله ونعم الوكيل على كل واحد صار سبب هاي القاع على كل واحد بالدولة من رئيس جمهورية إلى عام البلدية مهو المسؤول قدامي هاي العالم ما لها ذنب وخلت حاسب وشيدوا سوناني عصام بهنا مسحاق شان هسه خوش حترة احنا المواطن صار أرخص شي أرخص شي صار احنا احنا أرخص شي صرنا لو ما أرخصي متى صارت هاي الكارثة نحكي يقول لك لا تحكي اسكت لم يبدو نسكت لم يمت اسكت 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 هاي سكتنا 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 انهجم بيوتنا وبيوت العالم هذا هو النتيجة سكتنا والمتى المتى سكتنا مالكرادة وسكتنا مالعبارة وسكتنا الكائنات كل والتالي والتالي أريد أعرض التالي واحدة من الاسنين هنا بقى نهاي لو قلوا مطلع من العرب عبادة نهاية ريت هاي مو بس عبادة هاي وصلت عندنا المرحلة انت ببيتك ما مأمن انت بقاتك ما مأمن اطلعتك ما مأمن على شنو عايش بس كلولي على شنو عايشين قلوا نهلي بالبيت ما مأمن عليهم قطع العرس انها جنبيات العالم هذا هذا حال هاطلت فاية على شنو على شنو هذا اللي يصرف عليه الفساد المالي والإدارة بس وردهم بس الورد بقالي شي شوشي فيدني الورد شي فيدني الورد ونقعد نحكي يقل لك اسكت اسكت المتا المتا قلت للسنوات جايتنا فاجعة قلت للسنوات جايتنا فاجعة والتالي ما يريدونها بهذا البلد خيطونا يطردونها عمي طرى ما صارحة حالة نخلص من العبارة ننام على زروحنا ونقول قضاء وقدار وآمننا بالقدر والعبارة نصد السالفتها خلصنا من الكرادة وقلناهم قضاء وقدر وسبايكار والتالي عتحد ألزم أسه منزاخه إلى الفاو ماكو بيت الله خلقه بهذا العرق ما عنده شهيد ما عنده مفجوع ما عنده هجم والتالي والتالي طرى والله خلص تروحنا والله خلص تروحنا والله يطيك الصحة والعافية يبارك يبارك نحن اللي كنا يقول لك لا تحكي يبارك لك المتة المتة ما نحكي مو وصل الخراب لإننا المتة المتة الأروح هنه والله أحنا كنا عايشين نجي بنا لقبض خبز دنعيش نسواننا وجهاننا ما جاي نعارك لا على كراسي لا على مناصب وياهو جاي يجي جاي نحط على رأسنا ياهو جاي يجي نحط على رأسنا بس من نحط على رأسنا غير يقدر غير يقدر عمي ما رأي يجي مننا راتب وما رأي يجي مننا الأمان الأمان والمتة والمتة يا ناس يا ناس المتة تعبت حبيبي تعبت الله يكون بعونك الله يكون بعونك يا طيب الله يكون بعونها المفاجئة والله والله مصيبة والله مصيبة والله يعني والله يعني معرف يعني هاي مصيبة يعني والله العظيم مأساة يعني وش السؤال في هسا شرده سؤال هسا أقدر أضيف على كلامه مثلا مستحيل صدق كلمات أقدر أضيف عليها ما مستحيل هذي كارث هاذه اختلط هاي مو اطفائية هاي مو اطفائية أب الله تعال 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 ليش ما اشتغلت هذي اطفائية ليش ما اشتغلت لأنه متهي مدتها هاي لو كانت مدتها صالحة كانت لحقت على جزء ما لحقت على القاعة كلها لو عندها اطفائيات بل هاي الركن شم ركن عنده واحد اثنين اثلاثة اربع لو كل واحدة ذاب له عشرين اطفائية كانت العالم لحقت روحها هاي نحاطها شنو ديكور هاي الله العالم اذا ما اصالها خمس سنين من يوم اتأسست هاي القاعة بعد السقوط وليحد الان تالي انا حاطة كشفة هاي السبب هاي فلوسها ما تسوى مبلغ ما تسوى مبلغ انت حاطة القاعة رأي عشرين ورقة خلي واحدة من القاعة تخصلي عشر ورق الاطفائيات هم حمي حلالي هم حمي البشر صحيح الولاء هذا باب رزق هذا باب رزق انا اذا ما حافظ على باب رزقي وحافظ على العالم شغلي ااخذ فلوس هاي 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 اكسباير هاي منت اسست القاعة ما قدر ما قدر هي بيش مليون ما تصل هذا المبالغ حسب الله ونعمل وكما والله هذه مأساة وصعوبة الموقف يعني هسا والله يعني ما اقدر اضيف يعني شضيف شضيف عن كلامه شضيف انه شسولف عن كلامه مثلا شسولف يعني هسا انا اريد اوصل النتيجة اريد يعني والله غريبة هسا احنا غريبة والله غريبة من انسولف نقول يا باب الفساد في مؤسسات الدولة في مؤسساتنا يا اخوان الفساد واصل مرحلة فنتيجة الفساد اللي يسولف عنا يوميا واللي يتهددوننا من وراه ويوميا نفضح بكم ويوميا نسمي بأسماءكم ويوميا نجيبكم ويوميا نشرككم على الحبل هذا هذا النتاج هذا النتاج هذا النتاج يا أخوان هذا النتاج أرواح الناس صارت لعبة مجرد رقم خلاص هاي يومين ثلاثة تنسي وتروح حالها حالا راح قبلها حالها حالا راح احنا يعني ندعو الله عز وجل هاي الفاجح الرحمة والخلود لأرواحهم الرحمة والخلود لأرواحهم الرحمة والخلود لأرواحهم وكل التعازي لأهلهم وذويهم وأصدقائهم وزملائهم وأحبابهم شين ذا نبنيت فعدا؟ تقبلوا وديوا احترام معنا ومحدثكم محمد الركابي ومن الحمدانية ومأساة الحمدانية وعرس الحزين في الحمدانية وقاعة الهيثم التي سحقت أرواح الأبرياء حتى في عرسنا أو في فرحنا حزن إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة